اشتركوا في القناة وقدم عليه بالرعاية الملكية السامية للمشروعات الإسلامية المختلفة ومن بينها إصدار التقويم البحريني لعام 1443 للهجرة باتباع منهجية رزنامة الزبارة والبحرين التي اعتمدت في العام 1783 ميلادية ووفق المنهجية التي بني عليها أو بنى عليها العلامة السيد عبد الرحمن الزواوي رزنامة الزبارة والبحرين وأكد مع عليها أن الرعاية الملكية السامية مستمرة لمشروع إصدار التقويم البحريني والذي أولى عناية خاصة بموضوع ضبط مواقيت الصلوات والأشهر الهجرية بإشراف اللجنة العالية للتقويم البحريني وأوضح مع عليها أن التقويم اعتمد دخول الوقت الحقيقي لصلاة العشاء عندما تكون الشمس أسفل الأفق بمقدار 18 درجة وذلك وفق منهجية رزنامة الزبارة والبحرين التي تحسب الموعد فلاكيا لافتا إلى أن اعتماد هذا التقويم سيحدد أوقات الصلوات بدقة أكبر وأضاف مع عليها أن صدور التقويم البحريني يرسخ المسيرة المضيئة لتميز رواد البحرين الأوائل في شتى العلوم ومنها علوم الفلك والحساب الفلكي لافتا إلى أن التقويم يهدف إلى زيادة الدقة في تحديد مواقيت الصلوات وبدايات دخول الأشهر القمرية وخروجها حيث أثبتت معايير الشرعية والعلمية والفلكية التي وضعها علماء البحرين الأوائل دقتها العالية في ذلك لا سيما تلك التي اعتمدت عليها رزنامة الزبارة والبحرين وبيّن أنه روعي في إصدار التقويم محيط المملكة الجغرافي لتحديد أوقات الصلاة بشكل أدق ولما لذلك من دور أكبر في تحديد الفصول المناخية وواسم الأمطار وهبوب الرياح وحالة البحر والجو وغير ذلك من الظواهر الفلكية كما رعي فيه اختلاف أقاليم المسلمين وتباعد بلدانهم وفوارق التوقيت الطبيعية بين البلدان حسب مواقعها وما يتبع ذلك من تباين الأوقات بين الليل والنهار طولا وقصرا